السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم جميعا اسمحوا لي النهاردة أخدكم في جولة سريعة في سوق الجمعة في دولة الكويت السوق بيفتح 3 أيام في الأسبوع الخميس والجمعة والسبت من الساعة 9 صباحا لحد الساعة 8 مساء تقريبا السوق طبعا له عدد من البوابات وهو من جوا عبارة عن مجموعة من الشبرات أو المظلات كل شبرة أو كل مظلة من دول بيكون تحتيها نشاط أو نشاطين ثلاثة يعني ما بيتكونش البضاعة أو الحاجات المعروضة بشكل عشوائي لا بشكل منظم وده شيء جميل جدا طبعا أنا جاي بدري جاي الساعة 9 فهم يعني معظم الناس لسه بتفرش ولسه بتبدأ تكشف البضاعة بتاعتها السوق بتلاقي فيه مسجد وكمان بتلاقي فيه مجموعة من دورات المياه ومطاعم للوجبات الخفيفة من أجمل الحاجات اللي بتشدك في السوق هي الأواني الفضية والأواني المصنوعة من النحاس بتحس كده للوهلة الأولى كأنك في مقارة علي بابا بالنسبة للناس بقى اللي بتحب الأنتيكا والحاجات القديمة وكمان هتلاقي هنا في السوق حاجات كتير جدا أنتيكة ناس كتير بتحب تقتنيها وبيبقوا عارفين تاريخها وعارفين التراث بتاعها كمان هتلاقي فيه هنا الفضيات والسلاسل برضو في منها حاجات قديمة وفيها حاجات بتكون يعني قيمة جدا وكمان الأحجار والفصوص الكريمة أنا عن نفسي مش بفهم فيها قوي ولكن فيه ناس بيحبوا الحاجات دي جدا وبيفهموا في أنواع الأحجار هتلاقي الحاجات دي برضو متوفرة هنا وبتتباع بشكل كبير قوي يعني بالإضافة طبعا للعملات في منها العملات العربية عملات قديمة جدا وفي منها عملات غربية زي اللي احنا شايفينها دي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تعالوا بقى ندخل على الألات والماكينات دي ماكينات لتوليد الكهرباء وهتلاقي عندك فيه أنواع مختلفة للتلاجات والغسلات والتلفزيونات ومختلف تقريبا الأجهزة الكهربائية هتلاقي هنا تشكيلة كبيرة جدا من الأساس ومن الطاولات ومن مختلف أنواع الأساس وغرف النوم وهو قد كتير جدا بتكون حالتها جيدة دي بقى حاجات اللي هي المستلزمات الرياضية بتلاقيها زي تصفيت محلات كده يعني ما بتكونش مستعملة فيه حاجات كتير جدا بتكون جديدة لكن بتكون تصفيت محلات تعالوا بقى ندخل على اللي يهمنا وهي المعدات والأجهزة هتلاقي هنا بصراحة تشكيلة كبيرة جدا من المعدات اليدوية اللي أوقات كتير جدا بتكون مركات وبتكون حاجات إنجليزية أو حاجات ألمانية محتاجة بس شوي التنظيف وبتكون كفائتها عالية جدا هتلاقي طبعا مختلف الأحجام ده مفتاح ألماني حجمه طبعا كبير قوي سعره حوالي 10 دينار الدنار بحوالي 2.5 دولار تمام؟ طبعا انت بتفاصل معها يعني الأسعار دي بتبقى مجرد بيقولها كبداية بتبدأ بها تتفاصل معها بتوصل لسعر يكون كويس لكن ده ألماني نوع لنا مسكه ده طبعا بتلاقي أوقات حاجات لقط وهي حاجات بتكون سليمة أو محتاجة مثلا بعض التعديل وكمان زي ما قلنا بتلاقيها مركات يعني بتلاقي حاجات إنجليزية وحاجات كفائتها جيدة جدا بس بتكون في الغالب مصدية أو يعني محتاجة شوي التنظيف عندك المبارد دي في الغالب بتكون إنجليزي المعدن بتاعها بيكون كويس جدا طبعا لو هتشتري ما بتشتريش إلا مركة أو حاجة تكون أنت عارف إن هي جيدة لأنك مش هتروها تشتري حاجة مستعملة وبعدين في الآخر تشتري حاجة صيني زاد جودة ضعيفة يعني فالحاجات دي بتكون جيدة جدا لو أنت تأكد إن هي مركة وينوعها جيد طبعا دي مجموعة من الأزميل ومن المعدات اليدوية كل شخص بيدور على الحاجة اللي تهمه وسط الجبل الكبير جدا من المعدات وده سندال حجمه كبير نيجي بقى للمعدات الكهربائية المعدات الكهربائية محتاجة خبرة عشان تقدر تكون عارف المعدة دي هل هي جيدة هل هي كفائتها ضعيفة هل فيها مشكلة معينة طبعا بيكون فيه المعدة اللي قدامك لو ليها سلك مقصوص بتعرف إن المعدة دي مش شغالة هنشوف دلوقتي بتلاقي عدد مجموعة من المعدات كل المعدات دي اللي قدامنا مركة كويسة جدا ديولت ولكن السلك بتاعها مقصوص طالما السلك مقصوص كده بتعرف إن هي مش شغالة لأنه بيقص السلك بتاعها وكمان بتسأله بتقوله هي دي شغالة لو قالك شغالة بتبقى في الغالب شغالة يعني لو قالك ما عرفش بتبقى بيضة خربانة زي النوع اللي قصدنا ده دي طبعا بتستخدمها كقطع غيار ممكن تشتريها بسعر ضعيف مثلا نص دينار لو انت محتاج مثلا قطع تغيار من نفس النوع ده ولكن طبعا بيكون فيه أنواع بتشتغل شغالة زي ده كده مثلا على حسب طبعا حالتها وبيكون فيه مكان هنا بتختبر فيه المعدة يعني لو قالك شغالة بتاخدها وتعملها تست اختبار كهرباء وتشوف هل هي شغالة ولا لا ولكن طبعا برضو الموضوع بيحتاج منك خبرة إنك تعرف مدى كفائة المعدة دي كل المعدات اللي قصدنا دي كل دول بيشتغلوا شغالين لو عجبتك معدة من المعدات دي ممكن تخدها على مركز خدمة السوق وتبدأ تعمل لها اختبار يعني بالكهرباء بس بيحطها لك في الفيشة إذا كنت شغالة أو مش شغالة لو معدة صغيرة بتدفع ربع دنار لو معدة كبيرة بتدفع تقريبا نص دنار دي سك ماكيتا سعره حوالي 30 دنار طبعا انت ممكن تفاصل معه زي ما قلنا ده السعر الاوالي يعني لكن تبدأ تفاصل معه بتنزل معه ممكن تاخد المعدات دي بأسعار كويسة جدا كل المعدات من المعدات تقريبا لدينا كل المعدات هذا كم سعره؟ طبعا انا هنا بسأله على سعر الاركت فبقول له بايصم بايصم يعني باللغة البنجالي يعني يا اخي فبقول له بايصم كم سعره؟ فهو بيجاوبني بقول لي 12 دنار طبعا زي ما قلنا دايما لازم تفاصل معه فتيلة بانك ودى سعرها كان حوالي 10 دنار بصراحة انجليزي وممتازة جدا وطبعا بعد ما بتخلص وتشتري الحاجة اللي انت محتاجة بتلاقي فيه حواليك عمال هنا معهم عربيات صغيرة كده بيبدأ يحملك الحاجة اللي انت اشتريتها ويطلعها لك في المكان اللي انت عايزه اتمنى في النهاية انتوا تكونوا استمتعتوا معايا بالجولة السريعة دي في سوق الجمعة في دولة الكويت وما تنسوش دعواتكم لينا بالتوفيق ولللهم اجزيه خيرا في الدنيا والاخرة والسلام عليكم ورحمة الله